يعني مشاهد الإضراب العام تعوم بلدة عرابة ومدينة جنيون شمال الضفة الغربية عدد من المدن الفلسطينية في هذه اللحظات أعلنت عن الحداد العام والإضراب الشامل في طول كرم وكذلك أيضا بعض الجامعات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية داخل منزل العائلة الصورة تلقص المشهد هنا تجمعت النسوة برفقة أم عبد الرحمن زوجة الأسير خضر عدنان الذي أعلن عن استشهاده صباح هذا اليوم نتيجة الإهمال الطبي بعد 86 يوما كانت التحذيرات قد خرجت منذ اليوم الأول سيما وأن هذه المعادلة التي اتخذها الشيخ خضر عدنان هي معادلة لا تقبل القسم على اثنين سيما في ظل الإمعان الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين هذا ليس الإضراب الأول الذي يخوضه الشيخ خضر عدنان الجسم المتهالك منذ الإضرابات السابقة التي بدأت في العام 2014 2004 امتدادا للعام 2015-2018-2021 واليوم 2023 واستمر لمدة 86 يوما وانتهى بإعلان الاستشهاد للشيخ خضر عدنان صباح هذا اليوم بالتأكيد يعني هناك رسائل تلقصها الإضرابات الفردية الفلسطينية بأن ثمة تقصير كان من قبل المؤسسات في متابعة القضية في ظل استمرار التحذيرات وتعنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الإفراج ورفض الالتماسات كانت هناك سلسلة من المحاكم التي حضرتها زوجة الأسير خضر عدنان خلال الفترة الماضية وقوبلت جميع الالتماسات برفض الإفراج أو النقل إلى مستشفى مدني على الأقل في ظل التدهور المستمر لحالتها الطبية في البلدة تجمع عدد من الشبان وانطلقت مسيرة شبابية قبل قليل تجوب شوارع البلدة تؤكد على الوقوف إلى جانب الأسرة لكن حقيقة أمام هول ما حدث ما معنى كل ذلك؟ معنى كل ذلك هو ضرورة العودة إلى استراتيجية مساندة للأسرة الفلسطينيين للإضرابات الفردية التي يخوضها الفلسطينيون هناك سلسلة من الردود الفعل التي صدرت قبل قليل وأبرزها حركة الجهاد الإسلامي التي أكدت أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام وتطورت الأحداث خلال الساعة الماضية برشقة صاروخية من ثلاث قذائف باتجاه مستوطنات غلاف غزة بالإضافة طبعا إلى دعوات شبابية للتوجه إلى نقاط التماس والحواجز للتصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي هناك مطالبة من قبل الخارجية الفلسطينية قبل قليل بالتحقيق في ظروف استشهاد وجريمة إعدام الأسير خضر عدنان وتحمل الاحتلال للمسؤولية الكاملة فيما كانت هناك تصريحات من حركة حماس تؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي سيدفع الثمن وأن المقاومة لن تترك الأسرى الفلسطينيين هيئة الأسرى في هذه اللحظات وفي خبر عاجل الآن يريدنا حالة استنفار في سجن عوفر وكذلك أيضا في قوات وإدارة سجون الاحتلال تقوم برش أقسام الأسرى بالغاز المسيل للدموع في هذه اللحظات طبعا منذ ساعات الصباح التكبيرات تعلو في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلان استشهاد الأسير خاضر عدنان وهناك بيان للحركة الأسيرة العائلة هنا زوجة الأسير خاضر عدنان أم عبد الرحمن قالت بأنها لربما سيكون هناك مؤتمر صحفي تمام الساعة العاشرة للتعقيب على كل ما حدث لكن التصريحات من قبل العائلة كانت واضحة منذ اليوم الأول بأنه لربما ستأتون يوما إلى هنا وتهتفون للشهيد خاضر عدنان وذلك ماذا ينفع بعد كل هذا السجال الكبير الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين هذه ليست المعركة الأولى تؤكد الشارع الفلسطيني على استمرار النضال لكافة أشكاله ضد الاحتلال الإسرائيلي بتأكيد هذه صورة الوضع هنا في منزل العائلة ومن المتوقع لربما أن نشهد مزيد من الفعاليات خلال اللحظات القادمة هذه سيدة زوجة الشهيد خضر عدنان إلى جانب كونها أم تعيل تسعة أبناء أصغرهم ربما عمره سنة ونصف فقط كانت أيضا تدير المقبز الذي كان يعمل فيه أو يشغله الأسير الشهيد خضر عدنان فوق كل ذلك كنا نراها طوال فترة اعتقاله منذ شهر فبراير الماضي تنظم الاعتصامات والمسيرات التي تطالب بتحرير زوجها بالتأكيد زوجة الأسير خضر عدنان جابت المحافظات الفلسطينية وحيدة تلو الأخرى تحمل الهم كسيدة فلسطينية وكربة منزل فلسطينية تحمل رسالة زوجها الأسير الذي يخوض إضراب عن الطعام إضراب الكرامة لانتزاع كل القيود الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر